لماذا تطبع النقود في سويسرا فقط دون غيرها من الدول الأخرى؟ هذا السؤال يشوبه بعض الخطأ فالعملات لا تقتصر طباعتها على سويسرا فقط وإنما هناك بعض الدول الأخرى التي تشترك في طباعة النقود للعالم كله ولكن تحظى سويسرا بالنصيب الأكبر لأنها تتمتع ببعض المميزات عن غيرها من الدول وبالتالي سوف نتعرف في حلقتنا اليوم حول لماذا تطبع النقود في سويسرا فقط العملة والنقود بالشكل العام والعملة كما نعلم جميعا هي شيء رمزي يتم استخدامه كوسيلة في تبادل احتياجات البشر فيما بينهم سواء كانت هذه الاحتياجات ثانوية أم ضرورية وقد تكون العملة معدنا أو ورقا مالية وبعد أن تطورت أشكال العملة أصبح هناك تبادل بالشيكات البنكية والحوالات والعملات الرقمية ولكن في الدول النامية والمتأخر بشكل كبير عملية التبادل تكون من خلال مواد وليس عملات فلا يزال هناك مجتمعات تقوم بالتبادل فيما بينها باستخدام الماشية والمنحوتات الصخرية والتبغ لماذا تطبع النقود في سويسرا فقط ومتى ظهرت لأول مرة ظهرت العملة المطبوعة في عام ستمائة وستين قبل الميلاد كما قد كانت التعاملات الأساسية بين جميع التجار وكذلك الحرفيين والناس قائمة على التبادل للسلع فيما بينها حيث كان هناك بعض الناس يقومون بتخزين ما يزيد من السلع لديهم في منازلهم كذلك كان هناك أخرون يقومون بإيداع السلع عندما لا يتوفر لها مساحة لدى أماكن مخصصة لحفظ هذه السلع وتقدم لهم هذه الأماكن الضمانات الكافية لحفظ حقهم في السلع المحفوظ لدى هذا المكان كما كان يتم كتابة اسم السلعة على قطعة طين حتى يأتي صاحبها فيما بعد ويأخذها جاءت فكرة الطباعة المعدنية حيث كانت تتخذ نفس شكل قطعة الطين والتي يتم كتابة اسم السلعة عليها أما الشكل المتعارف عليه في الوقت الحالي فقد ظهر بالعصور الرومانية القديمة كذلك كان وقت ذلك يتم كتابة إيصال ورقي لأي أموال تم اقتراضها أو إيداعها لدى الأشخاص ثم تطورت هذه النوية من الإيصالات حتى ظهرت أول ورقة نقدية وقد كان ذلك عام 1023 ميلاديا وبالتحديد في الصين فقد أمر الإمبراطور الصيني بإنشاء مكتبة متخصصة تقوم بإصدار ورق النقدي المعتمد وإذا نظرنا في القارة الأوروبية فنجد أنها متأخرة إلى حد ما في ظهور العملة المطبوعة بها فقد ظهرت في العام 1661 وبالتحديد في دولة السويد كما إن من القارة الأوروبية انتشرت العملة الورقية المطبوعة لباقي أنحاء العالم فيما يخص استحواذ دولة سويسرا على طباعة أكبر نسبة من النقود على مستوى العالم فإن هناك عدة مميزات تجعل دولة سويسرا هي الأنسب لطباعة الأموال بها وأيضا سويسرا ليس فقط المكان الذي يتم فيه الطباعة والتوزيع لكل دول العالم فيما يخص النقود الورقية أو المعدنية ولكنها أيضا هي صندوق الإيداعي لأثرياء العالم وحتى الفاسدين لن يجدوا ملاذا يضعون فيه أموالهم سوى سويسرا وربما هذا قد ساهم بنسبة تصل إلى 90% في أن تحتل سويسرا أغنى دولة في العالم كما إن شعبها يتمتع برفاهية تصل إلى 200% بسبب طباعة الأموال بها وقد تتساءل عزيزي المشاهد لماذا لا تقوم الدولة الفقيرة بطباعة الأموال لديها وتقضي على مشكلة الفقر والإجابة سوف تتعرف عليها عندما تطالع على الأسباب التي جعلت سويسرا تتصدر دول العالم في طباعة النقود وأيضا تصديرها لكل الدول سواء كانت دولا متقدمة أو نامية الحيادية السياسية إذا كنت مضطيعا على تاريخ كل الدول سواء الأوروبية أو العربية سوف تكتشف بكل سهولة أن دولة سويسرا لم تدخل من بعيد أو قريب أي صراع أو حرب كما إن لم تمر بأي توترات إقليمية مع جيرانها أو دولية من خلال العلاقات السياسية بينها وبين الدول الأخرى لذلك سويسرا بلد خالي من الصراعات من أي نوع على مستوى العالم الاقتصاد الحر على الرغم من إن سويسرا لها كيان سياسي محدد ولها اقتصاد له ملامح مرسومة كما تعتبر من الدول الغنية التي حققت الاكتفاء الذاتية منذ سنوات بعيدة إلا إنها فضلت أن تكون بعيدة تماما عن التكتلات الاقتصادية فهي قد رفضت أن تكون عضوا بالاتحاد الأوروبي رغم أنها تمتلك كل المقاومات لتكون عضوا بارزا به إلا أن السياسات الاقتصادية لدى سويسرا جعلت هناك قرارات حكيمة للابتعاد عن أي تكتل اقتصادي قد يؤثر على قوانينها الداخلية والمذهل في الأمر أنه رغم ما تتحلى به سويسرا من اقصاد ثري لكنها لم تسعى أبدا إلى أن تكون عضوة بمنظمة الأمم المتحدة ولكن بعد إلحاح من رئيس المنظمة التحقت في عام 2011 بالمنظمة ولكن كعضو شرفي لا تسري عليه أي قرارات إن السياسة التي وضعتها سويسرا لكي يتم إدارة الحسابات البنكية بها جعلتها الملجأ الآمن لأي رجل أعمال شريف أو غير شريف فالقوانين السويسرية تتيح لأي عميل أن يقوم بفتح حساب في أي بنك سويسري دون أن يتكبد عناء كتابة اسمه كصاحب للحساب وجميع البنوك في سويسرا لا تقوم بطالب أي معلومة شخصية عن صاحب الحساب وإنما يتم التحويل البنكي بالأموال ويعطي البنك رمزا سري يمكن للعميل أن يدخل عليه من خلال شبكة الإنترنت كما يقوم بصحب حسابه أو إيداع ما يريد دون مساءلته عن مصدر هذا المال مما جعل بنوك سويسرا تقتض بالأموال وبالطبع هذا ليس سببا في أن تستحوذ سويسرا على طباعة النقود ولكن السبب يكمن في وفرة المال لديها حيث إن سكر عملات وطباعة الأوراق المالية النقدية تتطلب أموالا طائلة وهذا غير متوفر سوى في دولة سويسرا ولعل هذا السبب يكفي للإجابة على السؤال الذي سبق ذكره وإلى هنا عزيزي المشاهد نكون قد قدمنا لك إجابة مفصلة على السؤال لماذا تطبع النقود في سويسرا فقط وليس في باقي الدول نتمنى أن يكون الموضوع قد قدم لك الإفادة الكاملة فضلا منك عزيزي المشاهد قم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات كي نستمر بتقديم المزيد إن شاء الله ويكي تيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية